السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة أنا حبيت تشاركوني رحلتي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثلاثة وخمسين فياريت اللي يحب يروح يروح من بدري علشان يقضي اليوم كله هناك ويستمتع ويشوف جميع دور النشر الموجودة في المعرض والمعرض مفتوح يومياً من الساعة 10 الصفح لحد الساعة 8 بالليل معادة يوم الجمعة بتكون بداية الزيارة من الساعة 1 الظهر طبعاً علشان صلاة الجمعة والخميس والجمعة بيتم مد ساعة زيادة علشان المعرض هيقفل الساعة 9 بدل 8 وبتستمر فعاليات المعرض من يوم 27 يناير لحد 7 فبراير بالنسبة لحاجز التذاكر ممكن تتحاجز أونلاين من خلال المنصة الرقمية لمعرض الكتاب كمان متاح ان انت تحاجز من خلال شباك التذاكر اللي بيكون جنب باب دخول المعرض والسعر التذكرة 5 جنيه وما فيش حد أقصى العدد التذاكر المسموح بيها للفرد الواحد أنا لما رحت كانت التذكرة بتاعتي مكتوب عليها بوابة أربعة وعلشان كده دخلنا من بوابة أربعة والمعرض بنقسم لخمس قاعد القاعد الأولى والتانية للناشرين المصريين والقاعد الثالثة للناشرين العرب والأجانب ودور الناشرين المصريين المتخصصين في الكتب الأجنبية أما القاعد الرابع دي له دور ناشر الكتب التراثية والقاعد الخمسة له دور ناشر الكتب والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأسباكية ودخلت صالة واحد قاعد 27 ايه دار ناشر حروف منثورة تعالوا نشوف صاحب الدار أستاذ مروان محمد قال لنا ايه علها احنا دلوقتي في دار ناشر حروف منثورة مع أستاذ مروان محمد ازاي حضرتك أستاذ مروان؟ ازاي حضرتك طبعا دار بتهايتكم معروفة طبعا ان هي لها كتب قيمة جدا جدا فعيزة عرف انتوا اول اشتراك لكم في المعرب ولا اشتركتوا قبل كده؟ لا اشتركنا قبل كده وبننزل معرب نحن نغير معرب القائرة زي بول سعيد والسكندولية والأخلافة ودي تاني مرة بنشترك في معرب الطهرب ده طيب حضرتك تنصح الكراء اشتروا اي كتاب من الكتب المهمة اللي الدار بتنشرها؟ احنا عندنا فئات عمرية مختلفة يعني مثلا عندنا سلاسل الجيب زي روايات مصري الجيب كديما عملنا تمن سلاسل نزلنا العرب الاول الشكري منها فيه كتب للناس اللي هي الفئة الاكبر عمريا في الدراما الاجتماعية وكلام ده اشتركوا مثلا كتاب زي حواديث البلدان ده كتاب مقالات تاريخية فيه كمان عندنا كتاب هنا اللي هو دراسات مقارنة زي المسيح من الهند الى اليابان دوت في مجال الكتب فيه عندنا كتب اسلامية رائعة جدا زي لماذا الاسلام وسط الزحام حوار مع صديق الملحة فيه عندنا كمان كتاب ورفعنا لك ذكرك دوت على مصول عليه الصلاة والسلام فيه كتاب استمشاق دعاوي لاستشراق لكاتب محمد سيد صالح بيتكلم فيه على دراسات المستشرفين عن الشرق الاوسط فيه بقى نصوص ابداعية زي مثلا مصرحية فصام وفيه ربما تطعن نياد الله ديت برضو الاعمال المتازة عندنا وفيه لا منتهى الابعاد وعنزيوم هنا ولمحبي اللي هما الخيام والفانتازية بياخدوا في ديافة عجسة للكتبه صفاء حسين العجل طيب وبالنسبة للاسعار الاسعار عندنا احنا عاملين لخصومات اربعين في المية خصومات اربعين في المية اقل كتاب بعشرة دنيا اقل كتاب بستين جنيه طيب وبالنسبة لمسابقة حضرتك اللي اشتركت فيها مع مناصد بودكاست في احلى تعليق صوتي تمام هي ديت كانت الحقيقة برعاية الكاتب معاد شايباني الكاتب السوري الفاضل اللي هو شرفنا بالنحن ننشر له العمل بتاعه اللي هو ارض المشاعر وهو عمل رائع مجموعة اصصية رائعة بالتخطب الزات الانسانية وكانت فيه مبادرة مع الكاتب والدار بالافضل تعليق صوتي بياخد نص الخدية وفي انتظار باقية المتصابقين الفائزين ان شاء الله ان شاء الله طب ممكن يشوفي الكتاب اه يفهمنا ده كتاب هو ارض المشاعر للكاتب معاد شايباني شكرا جدا لحضرتك وبكده خلص فيديو النهاردة علشان ما اطولش عليكو وهعملكو فيديو تاني وهكمل معاكو رحلتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا لكم جدا واستنوني في الفيديو اللي جاي عالسلامة